رعيتي رعيتي يا نسيجة حدته من كل شمس تسع سنوات ولا يزال الكثير من اليمنيين على مبدأ الثورة متمسكين بشرعها وشرعيتها وفق هذا المنطقي يمكن فاهم الاحتفالية التي نظمها مجلس شباب الثورة للاحتفاء بالذكرى التاسعة لثورة فبراير قبل الحادي عشر من فبراير كانت أحزاب المعارضة اليمنية قد وصلت إلى طريق مزدود مع نظام صالح الذي اعتبر البلاد تركة خاصة به وعائلته وراح يتعامل على هذا الأساس نهاية العام 2010 لم يكن من أفق أمام اليمنيين الذين تفاجأوا لتوهم بمقولة قلع العداد كناية عن استحالة تغيير النظام ومع بداية العام 2011 وقع ما لم يكن في الحسبان بالنسبة لنظام المخلوع أو حتى لأحزاب اللقاء المشترك طلاب جامعة صنعاء يملؤون الشوارع واتبعهم الآلاف من اليمنيين الساحات تغلي والهتاف يرتفع الشعب يريد إسقاط النظام ثورة فبراير كانت ضرورة تاريخية والآن نقول إنها لا زالت ضرورة تاريخية فوطننا كما نرى وكما نسمع والشعب مكلوم ومحزون وأوجاع الوطن كثيرة جدا من رأيي يجب أن نوحد الصفوف وأن نعيد اللحمة وأن نكون واثقين من أنفسنا ابتداء ومن هذه الثورة ومن هذه الغاية 2014 عد صالح متحالفاً مع الحوثي ومسنوداً بالإقليم الراعي للمبادرة الخليجية للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي أتم صالح والحوثي عملهم وذهبت السلطة الجديدة بما فيها أحزاب المعارضة إلى الرياض ولكن هل انتهت الثورة؟ الواقع أن الثورات ليست مسيرة يوم إنما عمل نضالي مرتبط بغايات وأهداف هي وحدها من تحدد مدة الفعل الثوري ثورة فبراير مستمرة مبرراتها لا زالت مستمرة لماذا؟ لأن ثورة فبراير هي محطة من محطات ثورة 48 ومحطات ثورة 55 وثورة 62 وثورة 14 أكتوبر 63 وبالتالي هي محطة ثورة محطة من محطات الثورات التي ستوت ثمارها يوم ما مادام شبابها ومادام أجيالها تتوارثها العجيب اليوم على سبيل المثال أني أجد المحتفين بعد تسع سنوات من الذين كانت أعمارهم ربما في العشر والتسع سنوات أكثر حماسا من كبار السن يجمع الحاضرون هنا على أن ما ترأ في اليمن لن ينجح في تمس معالم الثورة وقد أصبحت خارطة طريق لأجيال قادمة